لو عندك حبيتين بطاطا زي دول واحدة بس من البيض هنعمل بهم وصفة جاملة جدا انسي بقى البطاطا المسلوقة والمشوية والبشامل جربوا بقى البطاطا بالبيض والطريقة ان شاء الله هتعجبك جدا يلا نبدأ الفيديو ما تنسوش تحط لايك ولو قبل مرة تشوفوني انا نادر اغنيم ودي قناتي ما تنسوش الاشتراك فيها وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل الوصفات الجديدة معي هنا اثنين من البطاطا زي ما انت شايفين يعني نقدر نقول كده مثلا ممكن تعمل واحدة كبيرة او اثنين وصفات انا عملت زي ما انت شايفين اللي معي دول ويعني كانت الكمية حلوة هنقشر بقى البطاطا كده زي ما انت شايفين وهنا بقى هنجيب البطاطا اللي احنا قشرناه وهبدأ ان انا قطعها مكعبات صغيرة خالص وكل ما تخلي المكعبات اصغر كل ما يكون احسن وكمال لو عندك البطاطا اللي هي بكلها يعني غامق شوية او مديه على صفر غامق بتكون احلى من دي بكتير بس هيها دي اللي كانت متوفرها عندي دلوقتي ولما هنقطع البطاطا بالشكل اللي انت شايفينه هناخدها دلوقتي بقى ونحطها مع نصف كباية مية لحد ما تسلق وخدي بالك اصلا مش هتاخد معاك وقت على النار يعني خمس او ست دقيق بالكتير قوي وهتلقها معاك بالشكل ده ما شاء الله دايبة ومرملة ونعمة جدا هنا بقى هناخد البطاطا وهي سخنة على طول كده وهنجب بقى هرس البطاطس او ازازة زي دي كده او كباية وهبدأ ان انا هرس البطاطا دي كويس جدا هنا بقى هنسيب البطاطا لحد ما تبدأ تبرد خالص او تبقى يعني تقريبا دافية وبعدين بحط عليها معلقة كبيرة من اللبن البودرة طبعا ده حاجة اختياري لو مش عندك ما تحطهوش ومعايا كمان تلت كوباية من الزيت وطبعا ممكن تحطها سمنة على زيت يعني تلت كوباية ومخلق كده سمنة وزيت ومعايا كمان نص معلقة صغيرة كده من الباكينج بودر وعليهم بودة واحدة بس وبعدين بقى بنستخدم لو عندك مضرب استخدميه او اللي بيبقى ايدك عادي كده لحد ما تتأكد بقى ان كل حاجة اختلطك كويس وكمان البطاطا لو قبلك فيها حاجة لسه مهيش منقعمة بتضغط عليها بايدك كده علشان تنعم معاك اكتر احنا مش عايزينها تكون فيها اي حاجة مكتلة خالص هنا بقى معانا نصف كوباية من المياه الدافئة بتكون دافئة بس من السخنة وحطيت فيها ثلاث معلقة كبار مليانين من السكر وعليهم معلقة كبيرة من الخاميره الفورية وهبدأ ان انا دوبها كده لحد ما تأكد ان الخاميره دابت كده مع السكر علشان تدفعه بسرعة وحجمه يتضعف وهنا زي ما انت شايفين الخاميره خلاص يعني كان حجمها بدأ يتضعف هنزل بيها على الخليط اللي احنا جهزناه وهقلبها في كويس اوي هنا بقى معايا ثلاث كوباية ونصف من الدقيق وبنزل بيهم مرة واحدة كده لان العجينة يدوبها تلم كمية الدقيق اللي معايا طبعا بقى لو انت بتعجينيها ولقتيها محتاجة من الدقيق بنزود عادي برضو لحد ما العجينة تلم معانا يعني مش لازم مقدار معايا من الدقيق اهم حاجة ان العجينة تكون معانا كده نعمة وما تكونش ناشفة قوي ولا تكون بتلزق جامد في ايدينا ما شاء الله شايفين شكل العجينة حلو ازاي ويا سلام بقى لو كانت البطاطا دي لونها مسفر شوية كانت ادت شكله طعمه احلى من كده بكتير كمان هنا ادي شكل العجينة بعد ما عجلناها وعلى فكرة ما تاخدش عجين كتير يعني ما عادتش معايا خمس دايق كده عجين وشكل العجينة ما شاء الله نعمة جدا لان البطاطا بتديها الملمس اللي انتوا شايفينه هنا بقى نحط العجينة كده وافردها بايدة شوية علشان اعرف ان هي اختمرت معايا وهنا بقى اغطي العجينة زي ما انتوا شايفين واسبها لحد ما تختمر طبعا وقت التخمير ده بياخد معاك وقت على حسب مثلا الجو برد او احنا في الصيف طبعا لو الجو ساقع بنحط تحت الطبق ده فوطة مثلا علشان الرخامة بتكون ساقع جدا فعلشان كده العجينة هتتأخر لحد ما تخمر ولازم نغطاها برضو بفوطة علشان نضمن ان هي العجينة متدفية كده والخامرة تنشط فيها بسرعة هنا بقى بعد ما العجينة اختمرت هناخدها ونقطعها يعني كورات صغيرة كده او ممكن تعملها الحجم اللي انت عايزها مش لازم زي ما انا هعمل ممكن تعملها اصغر او اكبر زي ما انت عايزها وطبعا كمية السكر اللي احنا حطناها للعجينة يعني ما كانتش بخليها العجينة مسكرة قوي بالرغم ان احنا حطين بطاطا والمفروض يكون طعم العجينة مسكرة قوي لا كانت سكرها محتاجة سكر كمان لاننا عند البطاطا ما كانتش يعني سكرها زي في انواع من البطاطا بتلاقيها اللونها يمد على محمر شوية او صفر رغم اه كده دي بكون مسكرة جدا اما اللي انا حطها دي كانت يعني مش مسكرة قوي فعلشان كده مش باين طعم الحلو بتاعها في العجينة لكن انت لو عندك طعم البطاطا حلو تقدر تحط بس معلقتين من السكر هنا زي ما انت شايفين باخد من الكور اللي احنا عملناها وهبدأ ان انا فردها كده بسمك واحد سنتي وطبعا برضه نقدر نعمل من العجينة دي على شكل العيش الفينو عارفين العيش الفينو يعني بعد ما فردنا الرغيف كده ممكن ان انت تبرميه على شكل العيش الفينو بالزبط هنا خلصت كل الكمية زي ما انت شايفين وهبدأ اسيبها لحد ما تختمر معايا تماما يعني لاقي كده حجم الرغيف اللي احنا عملناه ده يكون من ضعف ومنفوخ كده في الصينية طبعا لازم نغطي العجينة علشان برضه ندفعه كويس وتختمر معانا ولو الجو سائع ممكن تقعد معاك لحد ساعة لحد بحجمه الضعف على حسب يعني درجة حرارة المكان عندك لو المكان دافع هتلاقيه ما شاء الله معاكي في ثواني اختمرت هنا خلاص كانت اختمرت معايا في المرحلة دي بقدر تحطي لها مثلا ندهن الوش بتاعها مثلا بشوية من اللبن او صفار بيده وعليم على اتن من اللبن ورشة فانيليا طبعا ده في حالة لو انت عايز تحط على الوش بتاعها سمسم او حبة البركة لكن انا عن نفسي مدهنتاش اي حاجة خالص وطبعا ما بندخلهاش الفرن يا جماعة البعد ما تختمر وحجمه الضعف زي ما انت شايفين كده طبعا بقى بنشغل الفرن قبل نشتغل فيه بعشر دقايق على درجة حرارة مية وتمانين بندخل الصق ده في الراف الوسطاني في الفرن لما تلاقيه اخدت لون معاكي من تحت ولو ما اخدتش لون من فوق بتشغللها بقى الشوية شوية بتاخد لون معاكي في سواني وبتطلع معاكي واخد لون دهب جميل جدا حتى لو ما دهنتش الوش بتاعها باي حاجة زي ما انت شايفين ده شكل القرص بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله يا جماعة والليلة عظيم طرية جدا وهشة ولو مسكت القرصة دي بين ايدك كده ما شاء الله بتعملها كده طب بقى بترجع زي ما كانت شايفين مفرغة خالص ازاي وهشة وطرية جدا طبعا ما فيش بقى احلى منها جنب كوبات شايف بقى في العشا يا سلام شايفين بضعت عليها بترجع زي ما كانت وكمان الوش بتاعها عامل طبقة قشرة جميلة جدا وتحس انها مدية كده على كيكة ما شاء الله يا انا حلوة اوي انصحكم تجربوها طبعا لو وصلتم معايا لحدنا في الفيديو ما تنسوش في اللايك وكمان لو اقال مرة تشوفويني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعالوا الجرس وضعوا على كلمة الكل علشان تكون اقول ناس تشوفو ديهادة اقول منزلها اشتركوا في القناة